اشتركوا في القناة الثامن من رمضان لعام 1436 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوار حميم وأسئلة في الصميم باسمكم ورحب بضيفي الشيخ الدكتور عوض القرني حياك الله أبو عبد الحكيم الحمد لله حياك الله يا أستاذ عبد الله وحيا الله مشاهديك في كل مكان وأهنيك بهذا التعلق في هذا البرنامج وليس بغريب عليك الله يسلمك وأسأل الله يزيدك من فضله وأن يحقق على يديك الكثير من الخير لأمتك ومجتمعك ووطنك شكرا جزيلا لأثنائك نريد أن تتحدث عن واقع الإسلاميين فيما بعد الربيع العربي قراءتك لحال الإسلاميين بشكل عام لهذه المرحلة وهل تتفق أنها مرحلة ما بعد الربيع العربي هل انتهى الربيع العربي ولما انتهى موجهة أظهر نسأل الله سبحانه وتعالى يسددنا جميعا حقيقة الحديث عن هذه القضية لا بد أن نتطرق له من عدة جوانب أو من زوايا متعددة أول هذه الزوايا ما سمي بالربيع العربي وهو مصطلح إعلامي ما أدري هل هو غربي أو عربي في أصله ونشأته هو حركة عميقة جدا من حركات التغيير الاجتماعي والسياسي يعني من حركات إعادة التوجيه للتاريخ ولا ينكر هذا إلا مكابر سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه هذه قضية أخرى مثل هذه الحركات على مستوى الأمم الهائلة لا تنشأ إلا بأسباب عميقة وتراكمية في الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هذه الأسباب العميقة جدا 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 تعمل عملها في النفوس عبر أجيال تؤدي إلى توجهات جديدة يفاجأ بها من كان يعيش في الظل ويعيش فقط لا يرى العالم إلا من خلال تقارير المخابرات المتزلفة أو الإعلام المنافق فيفاجأ بها ثم مثل هذه الحركات الاجتماعية والتي لها بلا شك أدواتها السياسية ولها شعاراتها وأدبياتها الثقافية ولها جذورها العقدية مثلها تتوخى أهداف حتى وإن لم تعلم في البداية لكن لا يحرك هذه الجماهير الهائلة عادة إلا أهداف أهداف تنبع من دواخلها من دواتها نطرح تساؤل هذا التساؤل هل الأسباب التي قام من أجلها الربيع العربي زالت وانتهت وذهبت فلم يعد هناك مبررات لوجوده بمسمى آخر أو بصورة أخرى أو استمرار للحالة التي وصلت إليها هل الأهداف تحققت أو بعضها لا الأسباب انقضت وذهبت ولا الأهداف تحققت فبالتالي دواعي استمرار موجة ما يسمى بالربيع العربي ما زالت قائمة أهدافها لم تتحقق أمر طبيعي أن تعيد تطوير نفسها وتشكيل نفسها وفق الأعمال اليومية والحوادث والمستجدات دور الإسلاميين أنهم كانوا هم في الطليعة لأنهم هم الأكثرية هم الذين يعبرون عن أشواق وعن تطلعات وعن قيم الأمة فكان الإسلاميون هذا دورهم في هذا الباب الإخفاقات التي تصيب أو العثارات ربيع العربي أنا لا أقول أنها خاصة بالإسلامي لكن سيكون لهم النصيب الأكبر منها لأنهم كما قلت هم مطلعة والأحداث دلت على هذا طيب هي إخفاقات للشعوب شعوب المنطقة والأمة ومن المفارقات العجيبة كمثال يعني أن قوة خارجية رئيسية وقوة داخلية رئيسية انكشفها زيفوها الغرب مثلا كان يزعم أنه هو المنادي بحقوق الإنسان والديمقراطيات وأنها قضيته بل رأينا من يعتبر انهاية التاريخ هي الليبرالية والديمقراطية فلما أتت أمم بأكملها تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان التف على ذلك وأسقطاه وتحالف مع العسكر ومع الأنظمة الاستبدادية ومعاه 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 الجانب الثاني أيضا وكلاءه في العالم العربي الليبراليين الذين صدعوا رؤوسنا عبر التاريخ باتهام الإسلاميين بأنهم ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطيات وضد الحريات فلما أيضا مرة أخرى الشعوب تحركت تحولت تلك الأحزاب وتلك الشخصيات بعضهم رموزة بلغة 76 إلى أجل كالله أحذية في أرجل العسكر يركلون بها خصومهم ثم يضعونها في الدلاب إلى وقتها يحتاج لها مرة أخرى الإسلاميون ما زالوا في قلب الأحداث لم يغيبوا ولا يذهبوا إن خانوا الله ورسوله وخانوا شعوبهم فسيستلهم الله بغيرهم إن وفوا بالله ورسوله ودينهم ومبدأهم وشعوبهم فلن يعانوا أكثر من معانوا عبر ثمانين عام منذ احتل الاستعمار المنطقة وقسمها سيكسبيكو بتفقد سيكسبيكو وفرض عليها العلمانية فرض غير ديننا وقيمنا وشرائعنا وفرض وألغى وحدتنا كأمة يعني وحاربناها نحن كأدوات الله لن يصيب الإسلامين أكثر من ما أصابهم سابقا لكن خليني أركز على مجموعة من النقاط خليني أبدأ بفشل الأخوان في مصر أليس هذا الفشل هو أسقط بشكله بآخر مشروع الإسلام السياسي والمفترض يعني أنه كما سقطت القومية والعربية في فترة الفترات الربيع العربي جاء وأسقط الإسلام السياسي بتجربة الأخوان لأن حركة الأخوان هي الحركة الأكبر والحركة وفي عقر دارها في مصر وبالتالي الآن الشعوب تتطلع إلى خلاص إحنا الإسلاميين هذولا ليسوا مقنعين لنا نريد أن نبحث عن إيديولوجيا جديدة ونبحث عن السياسة جديدة يا أخي الكريمة هذا الكلام راجع في الإعلام كثيرا والعاقل المنصف الذي يبحث عن الحقائق وليس عن تصفية الحسابات يعلم أن هذا الكلام غير دقيق للمية الموضوعية طبعا أنا أقول نعم الإسلاميون مثل ما قلت قبل قليل إذا تخلوا عن مبدائهم وشعوبهم فسيستبدلهم الله ليسوا أبناء الله ولا أحباه ولا عصمة لهم على الإطلاق وحركة التاريخ لها تعرف يعني محابة لكنني أقول أن الإسلاميين أولا لم يعطوا الفرصة الكافية ثانيا لم يسقطوا بطريقة طبيعية عندما مثلا في مصر أمطربت في مصر مثلا عندما يحققون الفوز في ثمان استحقاقات انتخابية بعضها أولية وبعضها إعادة يفوزون فيها وعندما رموز الأحزاب التي تزع منها سقطتهم لم تفوز في البرلمان لا على قائمتهم الأحزاب التي جمعت جفة الإنقاذ بعد ذلك ثم من خلال في أقل من سنة واحدة أقل من سنة واحدة الدولة العميقة التي يمسك العسكر بزمامها بالتواطم على الخارج كما ذكر البراجعي ذكرها قريبا وهي واضحة القضية المشهد مكشوف يا دكتور طيب ما نحتاج أن نقول بالبراجعي قالوا لا تجربة واضحة عندما تتواطى هذه كلها لإرباك وإسقاط هذه التجربة قبل أن تكتمل أن تعرف البرلمان حلوه هي القضية هي المراجعة العميقة دكتور عوض تبدأ بالخطأ أنا سأتر يعني الآن الأخوان في مصر أعطوا صورة أو رسالة لنا أنهم يعني يحكمون بعقلية مبارك الهيمنة واحتكار السلطة هذا الكلام يا أخي الكريم مرة أخرى نحن ضحايا الإعلام دعني أضرب لك مثال الرئيس شكل له فريقا من 32 مستشار ليس فيهم من الإسلاميين إلا ثلاثة الحكومة تشكلت من 34 وزير ابتدت بأربع إسلاميين وانتهت بسبعة إسلاميين قبل إسقاطها نحن نتكلم عن قضية هو أخاذ البرلمان يا شيخ وبعدين هم قالوا ما رح ناخذ للسلطة وراحوا للسلطة وبعدين حاولوا يعني القضاء والإعلام هو اللي امتنع ما استطاعوا أنه ينسكون فيه وإذن أين هيمنه هو محاولة الهيمنة إذا كان الجيش ليس في أيديهم والأمن ليس في أيديهم مع أن البشتور يعطي الرئيس الحق حتى السلفيين دكتور عواطم حتى السلفيين يترك البعيدين حتى السلفيين أنا قابلت هونس مخيون وأتحدث عن هذه الهيمنة ومحاولة الاستبداد فهم أتوا بنظام شمولي نفس العقلية اللي فيها مبارك بس بذقنا وبدون على كل يا أخي الكريم بلا شك كما قلت في البداية ليسوا معصومين وليسوا ملايكة وليسوا ابن الله وحباه لكن أقول هذه المقولات كلها علميا وموضوعيا ليست صحيحة فيها مبالغات كبيرة جدا يعني يا أخي الكريم ناس أتوا بانتخابات تبدأ في أربع سنوات أو خمس لم يعطوا شهر واحد استقرار طيب أسقطهم بطريقة طبيعية ونقول الشعب لفظهم لكن أنتاتي بانقلاب عسكري الآن كم لهم ما في انتخابات برلمانية كم تؤخر أين الذين أين أين هنا موطن السؤال القدر يعني لماذا لا يفتك الإسلاميين من عقدة أو يفرقوا بين القدر على الحشد لا تعني بالضرورة هي القدر على الحكم يعني كونك تفوز بالانتخابات لا يعني أنك قادر على فهم الآن يعني لا أحد يقول يعني يشكك أو يتحدث عن قدرة الإسلاميين على الحشد أو قدرتهم على الفوز حلنا نتكلم على قدرتهم على الحكم هذه السنة والنظام الدستوري اللي وضعوه يعني عاد الجميع في مصر السؤال يا أستاذ عبد الله هل الأمة عليها أوصية حتى ناتي بمجموعة ضباط ينقلبوا ويسقطوا خياراتها أم الأمة المفترضة التباشرة هي الأمة هي اللي خرجت في 30 يونيو في مصر الملايين اللي خرجت أثبتت الوقاع والحقائق والاعترافات أنها صورت حشوده من قبل ذلك ونشرت في وسائل الإعلام هذا ثبت الآن قضية لم تعد سرا يعني ومثل ما يقولون حبل الكذب قصير بلا شك أنا أعتقد أن أكبر خطأ وقع فيه الإسلاميون أنهم كانوا متسامحين مع الدولة العميقة ومع القوى غير الديمقراطية الاستئصالية أكثر مما ينبغي هذا رأي أنا يعني مفروض أنه ما خذوهما يشب الحجز والنار؟ لا 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 بالقانون وممارسة السلطة كما ينبغي يعني الرئيس عندما حاصر قصرة وتسحب الأبواب وتشعل فيه النيران ويخرج ويقول عف الله عما سلف هذه تسامح يعني مثالي ليس ليرد للدولة تماما انتخبه الشام كان يبغي أن يمارس سلطاته شخوة يعني خلينا نروح للمناطق أعمق من التفاصيل يعني هم الناس قالوا أنه عندنا مشروع النهضة لما جعل الأرض على التطبيق يعني حسينا أنها مجموعة من الشعارات أكثر من أنها برنامج تنموي قوي هل يوم يجب على الإسلاميين أن ينهمكوا في بناء المشروع بدلا من أن يرفعوا شعارات ورايات والله شوفي يا خليل كريم نحن نحتاج للشعارات ونحتاج للنشروع يعني مثلا عندما تأتي إلى شعب الأمية فيها نتيجة حكم العسكر لمدة سمتين عام تجاوزت سبعين في المئة أو ثمانين في المئة ويعني كيف يفق هذا مشروع نهضة يعني أن تطرح بها هذا النخب ستفقها والتيارات والأحزاب والخبراء والشعب يريد أن يرى مخرجاته الشعب لكن الشعب حقيقة وهذا معروف عبر التاريخ تحركه نحو الأهداف الكبرى شعارات ما تكون خائنة تكون صادقة تكون حقيقية تكون تعبر فنحن في حاجة إلى الشعار ونحن في حاجة إلى الدثار طيب نحن نتكلم عن الدثار يعني ألا يجب أن هذه الفترة هي فترة مراجعة حقيقية الإنهماك في صناعة مشروع حقيقي يرقل للناس لأنه الموضوع نحن في حاجة إلى المراجعة باستمرار وأنا أرى أن أقوى ما يمكن أن يقدمه الإسلاميون كما حصل في تركيا كما حصل في تركيا إذا قدموا الأيدي النظيفة والأكفى سنرى نتائج تبدأ تتفاعل طيب يعني في سوريا أو في تركيا لا تكون مشروع نهضة أبجيك التركيا نحن نخللنا على العرب الربيع العربي التركيا أبجيك عليه صراحة دكتور عوض لا تحسن المجتمعات العربية تراجع ثقتهم في الإسلاميين كثيرا بعد أحداث الربيع العرب باحتمال لكننا نحتاج إلى وسائل استبيانة للرأي العام نزيهة وحقيقية وهذا احتمال احتمال طبعا الأسباب كثيرة احتمال إخفاقات الإسلاميين تقصير الإسلاميين أخطاء الإسلاميين عدم مصداقية بعض الإسلاميين احتمال نتيجة الضخة الإعلامية الإفترائية العائلة يعني الآن دعني أعطيك مثال الكوارث يعني البسيطة التي ظهرت في النظام الجديد مثلا في مصر مثل قضية الكفتة ديك و قضية مشروع قناة سويس و قضية المليون و حديثة كليلية ثبتها الآن كذب و قضية العاصمة الجديدة التي سوئت قتموتها مردولي و ثبتت عنها مجرد في شنك مثل ما قال أحد إعلاميهم و ثبتت و الإعلام لا يتحدث عنها أبدا يعني هذه القضايا الهائلة الكبيرة فهذا الجاوب الآخر لا خلينا نقول أنه فيه ثلاثة أبعات أنا ذكرت قلت الإسلاميين و ذكرت حدة نقاط و ذكرت الإعلام و الحصار الخارجي أنا برجع لك فقة الإسلاميين أو الإسلاميين يعني اليوم موجودين عندهم ثلاثة أبعات علاقتهم بالمجتمع علاقتهم بالحكام الفعليين الموجودين اليوم في البلدان العربية و علاقتهم بالتيارات المناوية هل يجب أن تتغير هذه العلاقة مع هذا الثلاثي أنا شوف يا خلكلي يعني يجب أن الأمر يدرس خدها على واحدة و واحدة أيها لا نتحدث عنها بشكل عام أقول أقول ليس هناك شيء ثابت إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تدرس الأمور و ما كان من أخطاء يعني ليس بيننا وبينها حلف لا ينفصل حتى لو كانت مواقف سابقة حتى لو كانت خطوط هو المشكلة لأن هذا المنوئين لما يتحدثوا أو ينقضوا التجربة الإسلامية أنتم تصورونها على أنها حرب على الإسلام يعني نقد الإسلاميين أو محاسبة التجربة الإسلامية و نقدها يعني يرد عليها بأنه هؤلاء الناس أساسا أرادوا الحرب على الإسلام فيه كذا و فيه كذا حتى نكون موضوعين يا أخي عبد الله في من يعلن حرب على الإسلام أنت تعلم أن أعلن من كبار طيارات و إعلاميين و رأس أحزاب بل في المحاكمات التي جرت مثلا في المصر في المرسي أحد القضاء يعني جعل ضمنه مسببات حكمة أنا كان يريد أن يطبق الشريعة على الإسلامية ذكرها قاضي في منصة محكمة يذكر هذا ففيه من يستهدف الإسلام نحن لا نضع رؤوسنا كنعامة الرمال و شواهدها و أدلتها يعني أكثر من أن تحصر أمامنا في كل مكان و الأمر الثاني فيه من يستهدف الإسلاميين و لا مشكلة لهم على الإسلام و هذا أمره هين يعني أمره هذا هين تماما فنحن إذا تريد أن ترد فضل لا 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 شكر الله لك لن أرد يعني أنا سأمع ذرة على لا لا بالأكس أنا كنت أظن أنه مغلق إلهة رحمة فأقول أقول يجب أن نفرق بين الأمرين ثم هؤلاء الناس الذين يعني دورهم و ديدنهم من نيلم الإسلاميين مع أني كما قلت لم يعطوا فرصة و هم مساكين يعني بين السجون و المنافي من ثماني العام يعني أقول لهم مثل ما ينقل الإنجيل يعني عن عيسى لما اليهود أتولها بإمرأة قالوا هذه زانية قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أنا أقول هذه الأحداث و إن كشفت ضعف في الإسلاميين لكنها كشفت على الأقل صدق و ثبات بينما كشفت في الآخرين انتهازية و كذب من قطع نظير هل نريد أن يجيك على الآخرين لأنا أريد أن نركز على التجربة الإسلامية هل تتفق مع مثلا اللي يقول لك أنه صعود الإسلام السياسي أو تميز الإسلام السياسي مرجع لسببين الأول عاطفة الشعوب الدينية هذا أحل السبب والأمر الثاني هو نشاطهم الاجتماعي والتقاطي والتواجدهم و هذا السبب ولكن ليس حرفيتهم و مكنتهم السياسية و لذلك كونهم يسخرون مثلا هذا لذاك سوف يضرف بالنهاية في الشعوب ربما يا أخي الكريم إذا قسنا الحرفية السياسية للإسلاميين بما نفترض أن يكون عليه حال الأمة فهذا الكلام صحيح لكن إذا قسنا بالقوى السياسية الموجودة معهم فهم بلا شكهم في الطليل أين بنت كيانات سياسية القوى الأخرى أين هي البرامج السياسية وأين هي المنظومات السياسية وأين هي الحزاب السياسية نحن منطقتنا من الناحية السياسية منطقة متخلفة تماما وأنا سئلت قبل عدة سنوات يعني أنت تقول التخلف عند الإسلاميين و عند غيرهم و عند غيرهم لكن عندهم أقل و عندنا أدلة على هذا يعني التخلف هذا قدر عربي مثلا لا ليس قدر أنا أرى أن المسؤول الأول عنه المسؤول الأول عن هذا التخلف هو الاستبداد لأنه يخل كريم البرامج السياسية و النهضة السياسية مثل غيرها مثل الاقتصادية مثل الاجتماعية مثل الثقافية يجب أن تنمو نموهم طبيعيا في أجواء صحية لا تأتي من انقلابات عسكرية ثورية انقلابات عسكرية ثورية تصور يعني عبد الناصر جرب من قبل ستين عام متواصل العسكر راح من مصر بعده ماذا جنت الأمة يعني في سوريا يعني ماذا جنت الانقلابات العسكرية تحت حزب شمولي لافتت حزب شمولي ماذا جنت فأنا أقول صح المنطقة بل أنا سئلت عن الإسلاميين كما قلت أردت أن أقوله قبل قليل قبل بضع سنوات يعني ما هو المشروع السياسي للإسلاميين مثلا في السعودية فقلت الإسلاميين ليس لديهم مشروع سياسي هل لديهم مشروع سياسي أو كمي القصدك بعد نساء طبعا لثلاثة أسباب أنت ممكن تسلع عن السبب لا السبب الأول أن المنطقة كلها متخلفة سياسيا بما فيها الإسلاميين السبب الثاني خصا نحن في السعودية هنا أن الإسلاميين بالذات بعكس اليساريين في الستينات والسبعينات والقوميين والنصري والبعثين أنهم الإسلاميين يرون أنهم هم والنظام مكونوا واحد تحصل خروقات تحتاج إلى رتق تحصل أخطاء تحتاج إلى إصلاح لكنهم فما رأوا أن هناك حاجة لإيجاد مشروع سياسي يقدم كبديل كما في الدول التي فيها معارضة جذرية وفيها نظام حاكم وفيها 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 ربما هذا خاص بالإسلاميين لكنه لا يعفي الذين لا يعارضون النظام الإسلامي بالكلية السبب الثالث أن المؤسسات التي تربي النخاب والشعوب وتدربهم وتعدهم تكاد تكون بفقودة يا أخي الأحزاب الموجودة في بعض الدول العربية هي ديكور للنظام يعني أنا مثلا أعطيك مثال في اليمن في إحدى الانتخابات قد تكون الانتخابات الأخيرة التي أعلم فيها فهو الصالح التقيت ببعض الإسلاميين قدرا فقلت لهم أنا رأي لا تدخلوا في الانتخابات أنتم تعلمونكم مجرد ديكور لعلي عبدالله صالح ليس لحزبه ولا لنظامه لشخصه ليقول للشعب يضحك بكم على الشعب ويضحك على العالم بأنه عنده انتخابات وعنده أحزاب وعنده ديمقراطية وأن كل شيء مرتب ومنتهي وأنتم لو بدلتم جهد كبير جدا تستطيعون تغير النتيجة وزنها النسبي محدود لكن هذا الحال يا أخي الكريم نحن لكن خلينا نجعل دول الخليج أنت قلت السعودية هل دول الخليجية نجحت في لجم الطموح عند الإسلاميين الذي حدث وتحرك في الربيع العربي؟ يعني نجحت في لجم الطموح الطموح السياسي طموح الإسلامي في دول الخليج أو في غيرها؟ في دول الخليج دول الخليج أنا لا أعلم أن الإسلاميين على الإطلاق كان لديهم طموح تغييري كما حصل في البلدان الأخرى أنا أجزم بهذا هم كانوا يطالبون بإصلاحات وما زالوا وكانوا من قبل الربيع العربي يطالبون بإصلاحات محدودة يعني كما قلت قبل قليل ليسوا تيارا تغييريا جذريا هم يرون أنهم نوع الشعوب والأنظمة أن تقف على أرضية واحدة وتنطلق بمشروع واحد ويهددهم مخاطر واحدة وبالتالي هم فقط يريدون الإصلاح وتحسين الأداء أنا أذكر لمحاضرة لقيتها في ديوانية الدكتور عبدالعز العمري أيام الربيع العربي إصلاح أم ثورة كان عنوانها وفرقت فيها بين الإصلاح والثورة ومتى يكون الإصلاح مطلوبا ومتى تكون الثورة مطلوبا فأنا لا أرى أن الإسلاميين لا يوجد أحد منهم يعني مثلا الكويت أكثر الدول للخليج حريات سياسية وعندها برلمان وانتخابات وتيارات سياسية معلنة وكذا 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 هم كانوا يطالبون فقط تفعيل الدستور وتحديد الصلاحيات ومنع الفساد ومنع التغلغل الإيراني في النظام أنا أعرف المشروع الذي طرحه الإسلاميون عدد من الإسلاميين في الخليج في كتابة وبيان عبدالله الربيع العربي طالبوا بوحدة خليجية بس قالوا كل يعني لم يعرضوا أنفسهم على بديل للأنظمة طيب قضية يعني ليش ما يكون هناك اعتراف كامل وحقيقي من خلال الخطاب الإسلامي بالدولة القطرية الدولة القطرية لما تقرأ أنت التراث أو مش التراث الموجود يعني من ثمانين سنة وحتى اليوم في خطاب الإسلاميين تحس أنه الدولة القطرية دي دولة يعني شكل الله يعني دولة للضرورة لحالة طرارية ولكن مفهوم الأمة هو المفهوم الحاضر في خطاب الإسلاميين متى يراجع الإسلاميون أنفسهم ويتحدثوا عن خطاب لدولة قطرية وطنية ويتخلوا عن خطاب الخلافة طيب اسمع يا أخي الكريم أولا الخلافة وهي آخر شيء ما علي الخلافة أنا تحدثت في برنامج قبل سنوات من حلقات اسمه هو جسور برنامج بث في كثير من الفضائيات وقلت أنها ليست مصطلح شرعي الخلافة ليست مصطلح شرعي ليست مصطلح شرعي ليست مصطلح شرعي لم ترى بلافة الكتاب ولا في السنة ولا على إجماع هو الصحابة رضي الله عنه محتاجوا إلى مصطلح للإمارة فقالوا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الأمة هذا الأمر الأول وبالتالي فيها غير ملزمة للناس الخلافة ليست مصطلح شرعي أنا أقول ليست مصطلح شرعي ورد به الوحي ونحن ملزمون به وإلا لكانت الأمة إذا لم تستخدمها آثمة جميعا لو كان مصطلحا شرعيا فهو المهم المسمى المهم المحتوى هذا الأمر الأول القضية الأولى القضية الثانية التي أشير إليها بهذا الباب أن وحدة الأمة قضية شرعية تكليف ربان ورد به القرآن قطعي القرآن القرآن قطعي وصريح السنة أنه بصلا الله سلم يقول الأمة إذا انقسمت على أميرين نزيلوا أحدهم كائنا من كان أميرين مواثنين وخمسين أمير سمعت فالقضية الشرعية لا يستطيع الإسلاميون ولا غيرهم أن يبدلوا حكم الله سبحانه وتعالى لكن المؤكد وحدة الضمير ما عندنا مشكلة طيب قضية قليلا أنا أتحدث الآن عن وحدة الأمة في نظامها في كيانها أنا أتكلم في وحدة الأمة في نظامها السياسي أنا أتحدث عن هذا السعي لخلافها عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان أمركم جميعا فأتاكم هو يتحدث عن الضمير أو عن نظام السياسي نظام السياسي إذن حديثنا عن نظام السياسي الأمر الثالث الذي أشيله في هذا الجد أن جميع التكاليف الشرعية قائمة على الاستطاعة وبحيث لا تؤدي إلى مفاسد أعظم منها أكبر منها النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة في قضية عقدي ليست سياسية وحول الكعبة ثلاثمائة وستين صنام لم يسقط منها شيء قد نقول قبل الهجرة لم يكن في استطاعة أو كان الثمن سيكون باهضا لكن بعد يوم جاء في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطاب حول الكعبة ولا صنام حوله وذهبوا حولها لماذا؟ ليس للأمة مصلحة فيها ولذلك أنا أقول أن أحد قادة الأمة العظمى رحمه الله في العصر الحديث الملك فيصر رحمه الله عندما واجهته هذه القضية ورأى عدم إمكانية تطبيقها فرفع بديلا ممكنا ولعله كان في ذهنه مرحليا لقضية التضامن الإسلامي الإسلاميون عندما ينادون بوحدة الأمة كمبدأ لا يقولون أن تفرض بالحديد والنار ول 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 لا ما هو صحيح ثم يا أخي الكريم الآن دعنا نأخذ مثال أوروبا عبر تاريخها كل حروب حتى الحرب العالمية قتل فيها مئة مليون لغات مختلفة قوميات مختلفة مذاهب مختلفة طيب الآن تتوحد نحن الذين إلى الحرب العالمية الأولى ألف وتسعمائة وربعة عشر أمة واحدة فرقنا سيكسبيكم نعتبر هذه ضربة لازمة اليوم القيامة صحيح نحن الآن في أوضاع يجب أن نحترمها ويجب أن نحافظ عليها ويجب أن نموم بالخفاظ على مصالح الأمة لكن نحن نقول إذا دفعت هذه الأنظمة وهذه الدول كما للتحاد الأوروبي مثل مجلس تعاون الخليجي تجربة جيدة لكن نتمنى عندما أنت تؤكد ما نقوله بقضية أنه فكرة الدولة القطرية هي فكرة هشة في الخطاب الإسلامي فكرة مؤقتة ليس فكرة دائمة أنا أطرح سؤال عندما الملكة عبد الله رحمه الله طالب بالوحدة الخليجية هل لأن الدولة القطرية عندهم فكرة هشة عندها يرى أنها لا مضرورة نحتاجها نحن نحتاج إلى ذلك يعني أنا أقول أن من حيث المبدأ الأمة يجب أن تكون واحدة لكننا من حيث التطبيق يجب أن نبتسف الأمور ولا نبتسرها وأن يكون التطبيق يعني حسب الاستطاعة وبما يحق مصالح الأمة وأن الحاكم المسلم الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله وهذا أشعر لها الفقهاء أن له حقوق الحاكم الكاملة حقوق الخليفة الذي يقيم شرع الله يقيم الدين للناس حتى لو كان في دولة القطرية يعني مرت الأمة ترى بتجارب قريب من هذا أعطيك مثال صلاح الدين الأيوبي لم يكن خليفة وكان الخليفة في العراق لا يحل ولا يربط وصلاح الدين كان الحاكم الفعلي يعني كانت الأمة أمام ضرورة أن الخليفة لم يستطع أن نهض المهام وأصبح مجرد مسمى وجاء بعد ذلك التتار دفه دفه واحدة وانتهى هذا المنصب وهذا الموقع لا هي سؤالي علشان بس ما انته هي الكلام أنه أنا بسأل عن الدولة القطرية المطالبات دائما من التيارات المدنية والتيارات غير الإسلامية تتحدث على أن الإسلاميين لا يؤمنون بالوطنية لا يؤمنون بالقطر إلا كفكرة مؤقتة وهم همهم الأول والأخير هدفهم الاستراتيجي هي دولة الخلافة ولن يؤمنوا بدولة القطرية وبالتالي هم خطر متجدد أنا الآن لا أتحدث عن أحد غيري تماما لا أتحدث عن ذاتي في هذه القضية أنا أقول قضية وحدة الأمة مبدأ شرعي لا يملك أحد التنازل عنه هذا أولا ومن يريد أن يتنازل عنه فيشطب الأحاديث ووحدة الأمة بأي صور مصور الأمر الثاني يمكنها وحدة شعورية لا وحدة سياسية ووحدة شعورية ووحدة ثقافية قبلتها واحدة وقرآنها واحدة وشريعتها واحدة وحاكمها واحدة أن هذه أمتكم أمتكم المفترض أن يكون هذا المفترض لكن لكن مرة أخرى أقول لا يجوز أن يكلف الأمة ما لا تستطيعها كل أحكام الشريعة مرتبطة بالقرة والاستطاعة واضح هذه القضية يجب أن تكون الأمر الثالث أن الحاكم القطري الذي يقيم للأمة دينها و يحافظ على مصالحها يجب أن يسمع و يوطع و أن تكون له البيعة كاملة مثل الخليفة طيب موضوع الديمقراطية يعني حنا فيه جهات من الإسلاميين رافضين ديمقراطية ذا مقفلين و مرة أنه حرام و كفر و إلى آخره و فيه ناس عطوك خلطة شيء قراطية كذا يعني بين الشورى و بين و فيه ناس قالوا لا أنه الديمقراطية مقبولة كآليات معينة و فيه ناس راحوا إلى منطقة أبعد و آمنوا بالفلسفة التي تقوم عليها الديمقراطية كاملة من الإسلاميين بعد الربيع العربي أنت المفترض يعني في هذه المرحلة و ما بعد أي الخيارات الأربع طيب أنا أتحدث عن رأيي و أتحدث كمراقب طيب أما عن رأيي أنا فأرى أن الديمقراطية ليست وصفة واحدة في العالم الآن حتى في العالم الغربي أن لكل بلد ديمقراطيتها التي توافق ظروفها و ثقافتها و احتياجاتها و تاريخها تجدها مختلفة لا أحمادك أعلم ستتجربة المشترك أي ما علم المشترك بينها كلها أنها قائمة على فكرة الخيار الشعبي اختار الشعب لممثلي في السلطة هذه الفكرة بينما نراها تمارس في ملكيات دستورية مثل بريطانيا تمارس في جمهوريات رئاسية مثل فرنسا و أمريكا تمارس في جمهوريات برلمانية مثل ألمانيا و غيرها و إيطاليا و كذا و هكذا فهي إذن صور مختلفة فلا ناتي نلزم الإسلاميين نقول لا يجب أن تقبلوا إذا كان الغرب ارتضني كل بلد ديمقراطيه المتوافقة مع ظروفه فإذا طبق الديمقراطية عندنا لي تكون وافقة لظروفنا لتاريخنا لثقافتنا لقيامنا الشيء الذي ناسبنا يعني لديننا لعقيدتنا لكنها ليست مرفوضة في الأصل لا هي في الأصل ليست مرفوضة هي يا أخي الكريم أنا أقول رأيك أنه نفرق و هذا رأيي أنا نفرق بين الجانبين جانب الآلية الذي أشرت إليه وبين وهي قضية مشترك بشري هذه الآلية و الثانية و نستفيد منها قضية الفلسفة الفلسفة أنت ضد لا أماماني ضد سمع التفصيل لا تقولني ما لم أقول سمعت حتى لو أرجانا حتى إيه لو أرجانا بعض أسيلتك لا أنت فأصل بس قضية الفلسفة يا أخي الكريم إذا كانت قائمة على مبدأ أنا كإسلامي تحكيم شريعة الله و دور الأمة هو أختيار ما ينوب عنها في تحكيم هذه الشريعة في شأنها فلا بأس بذلك مهما تعجبت الاجتهادات والرؤى فيما يجوز فيه الاجتهاد وهو الأكثر والسياسة كلها من باب الاجتهاد تقريبا إذا كان لا أن الإلحاد والكفر يحكم الأمة في سلاميا ما يجوز إلا في حالته واحدة إذا كان لعدم القدرات مثل ما أشرت قبل قليل نعم بعض الشعوب الإسلامي لا يمكن أن تنبق الشريعة فين باب الاضطرار بمعنى لا تكره الدولة الشعب أصلا الاضطرار ما في الإمكان يكرهها حتى لو أردنا على تطبيق الشريعة أستاذ ركبس الفاصل القصير ثم أعود إليك إنه ذنت لي تكرموا علينا بالبقاء هياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور عواظ القرني كنا نتحدث هنا قبل الفاصل عن الإسلاميين أريد أن أختم بسؤال هل الشعوب العربي أو هل الرأي العام العربي يقبل بالإسلاميين كدرجة ثانية أو في المرتبة الثانية سياسيا ولا يقبل بين بالمرتبة الأولى سياسيا شوف المغرب مشت أمورهم البنكيران لأنه الملك فوقهم في تونس انسحب الغنوشي وجماعة انسحاب تكتيكي وصارت الأمور أهدى بعد أن كانوا في المرتبة الثانية هل هذا شعور بشكل عام الشعوب تريد هذا الشعوب العربية أن لا يكون الإسلاميين هم الرقم واحد المسيطرون أن يكونوا قوة فاعلة في المرتبة الثانية حقيقة مرة أخرى ليس لدينا وسيلة موضوعية شفافة نستطيع بها أن نعرف موقف الشعوب لأن الشعوب يعني ما زالت مساكين تونس طيب تونس يعني وأن تعرف المليارات التي ضخت والأوضاع والدول العميقة التي تحركت لكن مع هذا هذا الاحتمال موجود ونقول ليس هناك أحد وصي على الأمة للإسلاميين ولا غيرهم الأمة حرة المليارات دي من وجدت؟ من نداء تونس ولا من مين؟ لا جاءت لنيداء تونس من الخارج من الخارج طبعا من وين؟ أو على الأقل عشرات ومئات مليون من وين؟ من الدول التي تجعل تضخ ضد الربيع العربي بكل ما أتيت من قوة من هذه الدول التي ترون بها؟ في كل مكان يعني قد لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الدول بأسمائها طيب خليني أقلب لك الموضوع هل أنتم كإسلاميين فشل الإسلاميين في الربيع العربي أثر حتى على التجربة الناجحة للإسلام السياسي في تركيا وخلت حرمت أردوغان بالانتخابات الأخيرة من الوضع الرئاسي يعني شوف يا خلك انعكست سلبا على الأتراك أنا أعتقد أن أعتقد أن الموضوعية والعلمية تستدعي أن الأحداث الكبرى لا نجعلها مرتبة أو نتيجة لسبب واحد مجموعة أسباب أسباب كثيرة جدا وكما قلت في البداية تراكمات ما في شك أن هذا أحد الأسباب يعني عودة حزب العدالة والتنمية إلى المنطقة وإلى الأمة العربية وتفاعلهم عن قضايا الشعوب خاصة الشعب السوري ما في شك أنها أثرت تأثير كبير جدا عليه وإذا أردت أن تعرف كيف أثرت عليه في أي اتجاه انظر ابتهاج بيريز بعد الانتخابات بيريز المعروف بعدم التصريحات في تاريخه ورجل عجوز خرج من إطار عجلة سياسة الآن عمره في التسعين تقريبا لم يتمالك نفسه ساعتين ليصرح بابتهاجه وفرحته ونعيد لإسرائيل فما في شك أن هذه أثرت طيب لكنها لن تكون هي العامل الوحيد واضحة الفكرة ولي أنا أستعرض معك الخبر يعني نحن كل يوم ناخد خبر ونعرضه على ضيفنا أستاذ أنك في عرض الخبر أعطمنا الخبر استشهاد ثلاثة جنود سعوديين وضابط صف إماراتي كيف أنت مهتم بالشأن اليمن أولاً أسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم بواسع رحمته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصاب أهلهم بهم وفي السياق ذاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج للشعب اليمن فنحن نتحدث عن أربعة من أبنائنا الأعزاء مدافعين عن وطننا وعن أمتنا استشهدوا رحمهم الله لكن أيضاً نتحدث عن شعب إخواننا وأشقاؤنا يقتل منهم في كل يوم من المئات ويعني يدمر مقدراته تدمر في كل مكان الأوضاع في تعز والأوضاع في عدن والأوضاع في مأسوية مأسوية بكل ما أنت مهتم بالشأن اليمن أنا مهتم بالشأن اليمن وأنا أسألك عن هذا الموضوع لكن قبل أن أدخل في التفاصيل اليمنية في شغلة قبل هذا الموضوع وطبعاً الخبر في ضابط إماراتي قتل أنت قلت في تغريد لك قلت تسريبات صحفية تؤكد أن الإمارات سربت موعد عاصفة الحزم لنجل صالح وحاولت إنقاذه يعني هذه التهمة بالنسبة للإمارات واليوم أنت تشوف الإمارات مشاركة بشكل قوي جداً في عاصفة الحزم وطياراتها تطلع من الطائف وتطلع من القواعد العسكري السعودية واليوم الدم الإماراتي يسيل ما في شك بسر الله أن يتغمر بسرحة ما في شك دول الخريجة الآن نعم سؤال عن إمارات أي أنا أقولك دول الخريجة كلها إلا مع تفاوت النسبة أنها مشاركة كلها في عاصفة الحزم وأنا تحدثت عن حدثنا يعني قبل بداية عاصفة الحزم وأيضاً حدث شواهده كثيرة جداً نحن نرى أحد المسؤولي الإماراتيين ما زال الآن يدافع عن علي عبدالله صالح وعن ابنه إلى الآن يدافع عنه علىنا لا بس نوقف الحكومة الإماراتية وأنه هو رجل مسؤول خضح هذا حتى يعني الشيخ عبدالله بن زايد رد على هذا الرجل وقال له لا يعني الإمارات كانت مع السعودية ومع الملك عبدالله في ملف قصر كانت مع السعودية ومع الملك سلمان في اليمن يعني هي دائما مع المملكة مع مصالح الخليج لماذا تكتب هذه التغريدة في وقت حرب يعني كأنك تشق الصف الخليجي طيب يا أخي الكريم إذا كان أنا تحدثت في تغريدة ومسؤول خليجي غرّد عشرات التغريدات في هذا السياق فمن الذي يشق الصف أكثر أنا أو هو إذا أنا أوردت روابط صحفية أوردتها في تغريدتي روابط صحفية في تغريدة واحدة بينما رجل مسؤول أنا لست مسؤول ولا عندي أي وظيفة رجل مسؤول في موقع القرار ورجل أمني وضاغط وفريق أنت تحدث عن ضحي خلفاء يغرّد عشرات التغريدات عشرات التغريدات طيب أيضا أنا الرجل المسؤول أنا قلت لك الشيخ عبدالله بن زاد وزير خارج الإمارات رد على هذا الرجل يحدث عن السياسة والسياسة الإماراتية وواضحة في هذا المجال لكن أنا لا أسألك عن فعل وتغريدات الفريق أنا أسألك عن تغريداتك أنت لما تأتي هذه التغريدة في هذا التوقيت يعني القراءة يعني إما أن يقال نشق الصف الخليجي وما كانت في وقتها أو يقال أنه والله هذه محاولة لتصفية حسابات لأن الإمارات تبنت أو ضد الإخوان المسلمين ومشروعهم السياسي لا أخي عبدالله أولا أنا قلت تسري بات ووضعت الرابط يعني لم أأتي بالخبر وأتبناه أنا وكما يقول علماؤنا قديما يقول من أسند فقد بري نعم أنا وضعت الروابط والروابط كانت موجودة تحدثنا بعد ذلك وكما قلت لك قبل قليل عندما نقول أن طالب علم أو مثقف أو ناشط أو يكتب تغريدة ويضع روابط الخبر هذا يشق الصف بينما نقول أن مسؤول برطبة فريق عسكري يغرد باستمرار وهذا ما يشق الصف هذه مغالطة أحد أمرين إذا كان هذه تشق الصف بمغرز إبرة فتلك تشقه بضربة سيف أنا الآن أسألك عن فعلك أن تترك فعل يعني إذا فرضنا خطأ الآخر لا يبرر خطأ يعني أنت الآن في حالة حرب وهذول الناس تحالفوا مع المملكة في عاصبة الحجم وموقفهم مقدر من الجميع ثم تأتي ودماؤهم تسيل اليوم والله وأنا أترحم على هذا وأعزي أهله الذي استشهده وأسأل الله سبحانه وتعالى هل من المناسب أن تقول أنهم كانوا هل ممكن أن يعطون قبل بضعة أشهر هذا الذي كان وهذا قبل قيام الحرب وهذا الذي كان حاصل قبل قيام الحرب وهذا الذي نشهر في الوسائل وهذا الذي موجود موضوع الحسابات الحزبية لا 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 ما كانت واردة والله عندي في هذا لا لا ما كانت واردة ما اكتصفيت حسابات لا لا أبدا أبدا لم تكن واردة عندي في هذا على الإطلاق والدليل أنني أنا أعطيك مثال أنا في عدة تغريدات في البداية الإصلاح في اليمن اللي هو مكون الرئيس الإسلامي نقدته نقدا شديدا أيوة طري الإصلاح مدامك جيت الإصلاح في بداية الأحداث أنت قلت في الإصلاح أما الحوثيون بعد دخولهم صنعاء فهم فخ نصبه دول إقليمية بموافقة دولية وتواطئ سياسي يمني رسمي للقضاء على الإصلاح لكن الفخ صاد الصياد ونجات الطريدة منه الصياد منه الطريدة أما الطريدة في الإصلاح والصياد أما الصياد في إيران والدول التي كانت معها فيها من هي اللي مع إيران؟ يعني عدد من يعني مثل العراق أعلنت تعيدها لها علنا سوريا تعيدها لها علنا يعني بصراحة يعني أنت الآن قاعدنا نتحدث عن موقف الإمارات خلنا نحكي عن موضوع الإصلاح الإصلاح لهم قوة ضاربة على الأرض واستعام بهم صالح في حرب الجنوب في 1994 وكانوا قوة ضاربة لكنهم في عاصفة الحزم ما شفنا أنه دخل الإصلاح بقوتهم العسكرية وهم الذين تولوا في زمام القتال هل هم لا يؤمنون بمشروع عاصفة الحزم؟ لا لا اسمعي يا أخي الكريم قبل بداية عاصفة الحزم كان هناك دولة هم عام 1994 دخلوا تحت راية الدولة عام 1994 وقبل عاصفة الحزم كان هناك دولة يمني الدولة اليمنية عندما استدعتهم وغيرهم من الوطنيين ساهموا معها لكن كما قالوا علنا قالوا نحن لن نأقض دورة الدولة على الإطلاق عندما بدأت عاصفة الحزم أنا حكيتم طبعا تحدثت كثيرا في تغريدات كما أقلت لك ولمتهم لعدم المشاركة لكن يجب أيضا أن نكون وضعين كما قلت مرة أخرى يعني الأماني والآمال تكون شيء والوقايع في حين كثير شيء آخر الحزب الوحيد الوحيد بمكونه كل الذي أصدر بيانة التي تعيد عاصفة الحزم هو حزب الإصلاح بقية أحزاب اليمن لن يستطيع حد يقدم لي بيانا رسميا من حزب يؤيد العاصفة نحن لا نتكلم عن البيانات نحن نتكلم عن الأماني قليلا أنا سأتي على هذا بل أن الأحزاب الرئيسية في اليمن الحزب الناصري وناس منهم مع الشرعية وناس مع الانقلابيين والبعثي مثله والاشتراكي مثله والمؤتمر مثله بل أن بعض قادة المؤتمر قادة المؤتمر يشاركون الآن في المؤتمرات الشرعية في الرياضة وفي جنيف وقواعدهم تقاتل في تعز وعدن هذا الجانب الأول الجانب الثاني الجانب الثاني عندما يبدأ حلف دولي للقتال لا يمكن أن حزب مدني له قواعده بلا شك يأتي ويندفع للدخول يجب أن تكون الأمور منسقة يجب أن تكون الأمور منظمة هذا التنسيق الذي قلته ماذا لو كان الزنداني في القصر الجمهوري؟ لا لا ليس هذا أسمع ومع هذا يعني أنه يعطوهم جزء من الصفقة السياسية لا لا ليست هؤمن حقيا لا أنا أقصد أنهم هم مكون أساسي هذا بلدهم أي هم أن يؤمنوا بشرعية أو لا يؤمنوا بشرعية لماذا لا يكون هذا السؤال مطروح لغيرهم هل هو بلدهم وحدهم؟ هل هم المواطنين وحدهم؟ ومع هذا من يقاتل في تعز من يقاتل في مارب من يقاتل في الجوف من يقاتل في لحج من يقاتل في الضالع من يشارك في قتال عدم بقوة حتى أن المسؤول لصلاح في عدم استشهد المسؤول والمسؤول اللي بعده يقود رجالاتهم في المدن هذه بل حتى في الحديدة في حجفي هم اللي يقومون الآن أعطني تيارا سياسيا فكريا في اليمن الآن يعلن أنه يقاتل غيرهم في هذه الناطق كلها لكن عندما يكون هناك حلف دولي حلف دولي دول تقاتل لن تكون الله أحمد هوجا فوضاء هل أنت ما دخول السعودية في البرين أنت ما دخول التحالف بري لا التحالف بري لا أراني أدخل ضد التحالف أنا لا أستضد أنا لا أعلم أن أكون ضد لكن هو رأي أبديه يعني قصتي أنه أراني ليس في هذا مصلحة في المخاطرة أي فيها مخاطرة ما في شد فإذن قضيت أنهم لم يشاركوا غير صحيح قضيت أنه طالبهم وحدهم بأن يشاركوا أيضا ما هو صحيح قضية سؤال هل طلب منهم التحالف أو طلبت منهم الدولة القائمة الشرعية المعترف بها دوليا يعني الأصل على وجود أي ميليشيا خارج سلطان الدولة هذا الأصل وهم يقولون علنا أي يعني هم يقولون علنا نحن نرفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة حتى لنا نحن معنى هم الذين اضرروا ليس هناك أي حزب اعتقلت قياداتها في الداخل لا لا نستطيع التاريخ هذه واضحة طيب خليني أطلع معك إلى صورة أقصد أقصد من الحذين فهم خليني ولا دمرت مؤسسة أي حزب ولا دمرت جامعاتهم ومدارسهم ولا إلا هم فيهجب أنكم منصفين يا أخي الكريم طيب واضح الإنصاف الذي تقصده خليني أطلع لك إلى صورة طيب ونفتح لأنه الوقت قديم في معنى بأكثر مما ينبغي خليني نشوف الصورة الأولى مع بعض تعرف هذا الشعار هذا شعار الأخوان المسلمين نعم أنت قلت عن الأخوان المسلمين في الشرق الأوسط في قبل سنوات أن الأخوان المسلمون موجودون في السعودية كتيار فكري يؤثر ويتأثر هو السؤال أنه التنظيم تنظيم الأخوان في السعودية لماذا لا يعترف بيتواجدهم وأيضا لماذا كثير من منتمين للتيار الفكري للأخوان هم أخوان فكريا وليس منظمين عندما تسألهم تقول لهم أنتم من الأخوان المسلمين يقول لك لا نحن معنى من الأخوان المسلمين لماذا هذه التقية السياسية لدى الأخوان المسلمين في السعودية في الإفصاح عن هوياتهم الحقيقية طيب أولا بالنسبة لما نشرى في شرق الأوسط قبل سنوات يعني طبعا مع الأسف الشديد وأيضا الحمد لله أن المقابلة سجلتها في حينها واشترطت عليهم تنشر كاملة بلا تغيير ثم نشرت بعد التغيير والتبديل بما يغير المعاني يتعدوا فنشرته أنا بعد ذلك في النت وهو موجود لكن ما نشرته في الصحيفة صارت به الركبان وما نشرته كاملا أنا بعد ذلك لا يجده إلا البحث هذا حقيقة هذا الأمر الأمر الثاني أنا عندما قلت أن الإخوان موجودين في السعودية كتيار فكري يؤثر ويتأثر فأمر طبيعي نحن جزء من العالم وبذات في أرض الحرامين نعم هي أكثر بلدان العالم الإسلامي تواصلا فكريا وثقافيا مع المدارس الفكريا في العالم الإسلامي وذلك دعوة الشيخ محمد بن أبلوهاب رحمه الله أثرت في العالم الإسلامي وكل من خلال هذه المنافذ فأمر طبيعي وبذات في العصر الحديث الذي لم تعود فيه حواجز فكريا ووجد لدينا نحن شيوعيون ووجد لدينا بعثيون ووجد لدينا ناصريون ووجد أنا سؤالي ما علينا فهم سؤالي أنا ما أسأل أنه طبيعي حلن نقول طبيعي أنا سؤالي الثقية الثقية السياسية في الإعلان ليش ما يقولون عندنا تنظيف ما عندهم تنظيف ليش ما يقولون حتى المنتظمين أنت هناك طرحت هذه النقاط لا بداتي عليها أنت وصلت لهذه العبارة الأخيرة عبر سلم خلنا ننضي على السلم اللي مضيت علي أنت سمعت فأمر طبيعي أن يوجد هذا التأثير والتأثر وأنا أعتقد أن الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوحاب هي أصل جميل الحركات الإصلاحية الإسلامية المعاصرة وأعتقد أنها ما زالت وستبقى هي المؤثر الأكبر في ساحتنا الفكرية والعلمية والشرعية والثقافية لأسباب أو المدرسة الدينية عندنا العلمية العلمية قائمة على هذا النظام السياسي قائم على هذا الثقافة الشعبية قائمة على هذا فعندما تأتي مؤثرات من مدارس سنية أخرى أمر طبيعي وبالذات أننا رأى تأثيرات أيضا المدارس الشيعية في شيعات البلد ونستنكرها لذلك فينبغي يعني أن تكون توضع الأمور في إطارها الطبيعي وهو أن لا تستنكر هذا الأمر الأول الأمر الثاني لماذا لا يوجد تنظيم وسميت التقيية سياسية أولا قلت لك في بداية اللقاء أن ما عندنا سياسة هنا وما عندنا سياسيين السياسة في العالم العربي وبالذات في دول الخليج الساسة هي الأنظمة والحكومات لا يوجد غيرها السياسة لا يوجد فعندما تقول تقيية سياسية ممكن تقول تقيية فكرية تقيية كذا لا لأنه التنظيم لأنه لما تسعط التنظيم سيري مثلا هذا نوع من العبارات حالة سياسية محظور سنأتي إليها الأمر الثاني وجود التنظيم وجود التنظيم يحتاج إلى ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون هناك حاجة إليها والإسلاميون في بلد يقوم نظامه الأساسي على الحكم وتاريخه وثقافته بل مشروعية وحدته ونظامه السياسي على الإسلام لا يرون أنهم في حاجة إلى تنظيم بالمعنى الموجود في البلدان الأخرى معنى أنت قلت ما فيه تنظيم قلتها وأنت قلتها وأنت قلتها وأنت قلتها بقادي طيب ما علي ما علي يعني أن الآن الوقت يمشي وأنت تعطي مقدمات أهم الجواب إذا طرحت الجواب السؤال يجب أن تخطي الجواب حتى لا نظر للجماهير طيب تفضل وجاء أجوبة مبتصرة طيب لعدم الحاجة إليه الحاجة القائمة في البلدان الأخرى التي سيطر عليها استعمار وتهمن عليها العلمانية قائمة الأمر الثاني لأن الأنظمة القائمة في البلد لا تسمح بذلك لا الإسلاميين ولا لغيرهم قيام تنظيمات أعزاب بالمفهوم الموجود في الدول الأخرى الأمر الثالث أنا قلت عدم الحاجة عدم الأمر الثالث أن الثقافة الشعبية ما تؤدي إلى هذا فلا حاجة موجودة ولا أنظمة تسمح ولا ثقافة تتبنى هذا ممتاز فأمر طبيعي يا أخي أن يكون في تأثر فكري وتأثير فكري وليس ولا يكون تنظيم طبعا البعض يحتاج البعض يحتاج مثلا مؤسسات منظمة أكثرها رسمية وشبهة رسمية مثلا يقول جماعات الخيرية لتحفيظ القرآن يا أخي أي أمل حتى لو بروحنا وإيك مطعم ونعزبنا ثلاثة من زملانا لا يجب أن نظم أي أمل له صفة أكثر من فردية لا يجب أن ينظم الآن سؤالي يعني ليش المثل المنتمي للأخوان المسلمين في السعودية فكريا معهم تنظيميا ما يعلن ما يقول والله أنا أخوان وش العب ما تقولها هي جماعة يعني مثل الجماعات ليش تخفى أنا قلت مرات وكرات أننا نحن في السعودية إخوانه السلفية وسلفيه الإخوان خليط المدمج هذا هذا هو موجود طيب وهذا كانت تنقل عني قبل سنوات أني قلت أنه موجود تيار فكري طيب طيب بل خلي أسألك من جاوب من جاوب ثاني وأعطيك مساحة طيب الآن العلمانية مثلا عند أردوغان وتطبيق مفهوم الشريعة عند الغنوشي اللي هي تقديم الأكثرية على الشريعة يعني أو تطبيق الشريعة هذه الألفاظ أو هذه المعاني يدعم يعني الأخوان أو المحسوبين على الأخوان في السعودية يدعمون أردوغان والغنوشي في مشاريعهم برغم منهم يقولون هذا الكلام ونفس السعوديين اللي يتبنون مثل هذه الأفكار المفاهيم العلمانية أو مفاهيم حكم الأمة مقدمة أو الحرية وحكم الأمة مقدمة على الشريعة يحارب داخل السعود لماذا تدعمونهم هناك وتحاربونهم طيب هي باختصار شديد ممتاز و منطلق من القواعد الشرعية الحقيقية عندما ناتي إلى وضع علماني مادة بحث يحارب الله و رسوله نعم فيريد أن يحسن هذه الأوضاع أذكر كلمة لشيخنا شيخ عبد العزمباز رحمه الله كنا نتناقش في أيام إنشاء قناة إقرى الفضائية وتحول بنك الجزيرة نعم من إله فقال نحن في هذا الزمن في أحيان كثيرة عملنا يقوم على تقليل المفاسد و ليس على تحصيل المصارح فما في هذه الإطارة عندما ناتي إلى بلد قام على الإسلام نظامه و شريعته و قيمه و أخلاقه و أعرافه فبم يأتي واحد يقول لا خلونا ننزل شوية أو كثير ها نقول لا لكن عندما ناتي إلى بلد الغاية في السوق في المياتي واحد يقول يا جماعة نحسن بما نستطيع نقول لك زاك الله خير و ندعمك افتراض افتراض قال ابن واحد في الوقائع المختلفة اختلافا جذريا يجب أن يقفه الإسلاميون هذا افتراض لا يقوم على قواعد الشرع و لا قواعد العقل و لا يحقق المصلحة يا خل كريم الإسلام لم يأتي ليطبق في فضاء في فراغ في عقول في صوانع أتى ليطبق في واقع و مقتضيات هذه الواقع عجب أن تراعى لو أتى أحد يريد أن يطبق يطبق اجتماعيا و ثقافيا و تشريعيا و قانونيا في السعودية ما يطبقه أردغان في تركيا الذي ندعمه هناك لا وجب أن نحاربه هناك طيب الكلام على أنه داعش نبتة إخوانية يعني محمد دال الشيخ بعد ما توفي محمد قطب رحمة الله عليه يقول محمد مش سيد يقول لا يجوز الترحم على من أسس في بلدنا الإرهاب و محمد قطب كان من مؤسسي الإرهاب إذا كان يجوز الترحم على نافع ابن الأزرق أخطر الخوارج في التاريخ فإنه يجوز الترحم على محمد قطب وهي الفكرة على أنه أنه داعش أو حركات العنف هي امتداد لتركيبة الإخوان المسلمين و لفكرة الإخوان المسلمين و يستدلون أيضا بغير هذا الكلام يستدلون بالحاكمية الموجودة عند سيد قطب حاضرة عند مدرسة العرب أخي الكريم أولا يجوز أن نترحم على نافع ابن الأزرق أنه مسلم يجوز أن نترحم على نافع ابن الأزرق يجوز يجوز الأمر الثاني أنا طبعا كتاب الحصاد المر لأيمان الظواهري الذي يكفر في الإخوان و غيره وهم الذين يكفروا الإخوان و آخرها رأيت أن تأتيش اسمه في المقابلة الجولاني قريب وهو أكثر اعتدال من الغنوشي من البغدادي البغدادي بكثير معتدل الجولاني إذا قسته بذاكيه معتدل جولاني معتدل يعني أقل غلو من البغدادي أقل غلو منه فأنا أقول يعني الكلام الذي طبعا الشبهات يجب أن نعالجها لكن عندما يكون الكلام مجرد اكتراءات الآن أيضا يعني أناس يقولون أن السعودية وإعلام عالمي يقولها السعودية هي مصدر الإرهاب نصدق هذا القول أنا أرى حلقتك تجري على الأسئلة أن مثل هذه المقولات الهشة لا تستحق النقف عندها تجاوزها تجاوزها وهذا دليل على أنه نفي هذه لا تستحق أن نقف عندها لكن نستحق أن نقف عند فاصل قصير فاصل قصير تكرموا علينا بالبقاء حياكم الله من جديد مع ضيثي الشيخ الدكتور عوض القرني الشيخ عوض أستاذ أنك في عرض صورة ممكن نتنقف فيها دعونا نرى الصورة الثانية تعرف هذا الرجل هذه صورة الأستاذ علي الموسى طبعا هو من نفس البلد نفس المنطقة نفس المنطقة التي منها في كلها كلاكما في منطقة أبها أو منطقة أسير في مدينة أبها الحديث على هو طبعا كتب مقالات كثيرة من ضمنها حوار هادئ مع عوض القرني أنا أريد أن أسأل عن علاقتك بالمثقفين من خلال المقال الذي كتبه علي الموسى هو أول شيء قال أنه أنتم يا سيدي تعيشون خارج الساعة الاجتماعية وفي المقال الثاني قال أنتم مدرسة خارج الزمن وخارج النبضة الاجتماعية فعلا أنتم خارج الساعة الاجتماعية وخارج مدرسة الزمن يا أخ الكريم في مرة من المرات اشتركتنا والأخ علي موسى في ندوة في نادي أبها الأدبي فامتلأت القاعة والسحة على غير العادة ثم طرح الدكتور علي موسى قال مقولة قال بالحرف قال إنني سأخيب ظن الجمهور الهائل الذي امتلأت به القاعة والذين استبطنوا مقولة لقد سحقه الشيخ وأنها فأعلن لكم مسبقا أنني أتفق مع الشيخ في كل ما سيقول فصفق له ثلاثة فقال لا تفضحونا تعلمون أن الجمهوري فقط أنتم الثلاثة هذه المقولة الاستدعي الموسى ومقالات له أخرى أشاد بي فيها أنا والدكتور سلمان العودة ومقال آخر دافع فيه عني وعن مشروعي وقال أني صاحب مشروع أكتفي بهذا للرد على هذه المقولة أنكم أنتم خارج الزمن التي قالها دكتور علي موسى وأنا أحترم شخصه وأظنه يعتقل في نفسه أن الذي في خارج الزمن غيري لستراني طيب لأنه هو أيضا من الانتقادات قال تحاربون الإقصاء والتهميش ثم تمارسونه على فيلم يعني أنتم تقولوا لا ما يصلح الإقصاء والتهميش ثم تمارسونه في تصرفاتكم هذا الكلام كتب لما اعترضنا على تزوير انتخابات النادي الأدبي في أبهى التي ثبت الآن بثلاثة أحكام قضائية قضعينها كانت مزورة وهو دافع عن هذا التزوير مزورة كانت؟ نعم الآن أحكام قضائية وهي ترامعي في السياق لو بغيتها جبا نعرضها على الجمهور هو قال لك لم نكن لم يخلقنا الله كي نكون إخوان مسلمين بل سمانا المسلمين وقبل هذا يعني تحدثنا عنه لكن خلينا الإمبريالية أنتوا قلون الإمبريالية بعدين تقولون القومية بعدين الماسونية ثم الحداثة ثم اليوم الليبراليين يعني أنتم تصنفون الناس المثقفين تصنفون المثقفين بقصد التخوين والإقصاء أنتم الآن تحاولون أنكم تخونون المثقف أو تصنفون المثقف أولا لكي تخونونه ثم تسقطونه أولا احتكار احتكار لقب المثقف لفئة مجهرية محددة المجتمع نحن لا نسلم لهم بذلك هذا ليس صحيحا وليس حقيقيا هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي يقوم بعملية الإقصاء عندما يخالف راية هو الذي يقوم بحركات منسقة منظمة للهجوم على أي شيء وأضرب لك مثال مجلس الشورى عندما أصدر قرارا بالأغلبية مجلس الشورى موجود الأخ عليه من مجموعتهم معه من كتيبة ما يسمى بالمثقفين قاموا بعملية هجوم قاسي جدا على المجلس وسحبوا منه وطنية أو من الأعضاء وطنيتهم واتهموه بشدة التهم لأنه لم يصوتوا وفقه واو فأظن رمتني بداية هونسلة طيب قضية أنت في تغريدات يعني مثقفون أجرات كلمت على أنه دايدنه مضجي وجراء وجراء أجراء كان هاشتاق قديم ثلاث سنوات قلت أنه دايدنه مضجي جدا باسم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية طيب مشكلة أنه يكون دايدنه لا ثم يخالفونها عند أول تجربة يخوضونها ويلغون ذلك كلها لا بس هذه المنفوضة الرسالة يعني زي ما تقول مثلا لما تقول بعضهم يتحدث كل يوم عن الوطنية في عمود صاحفي تعتصورته الممكيجة لكنه لم يدخل على طلابه في فصل كامل إلا بضع محاضرات يترنحوا في أكثرها صح أنت كانت تقول أنه جاي سكران أنا 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 هذا الفهم الفهم عاد كلهم يفهم على ما هذا الفهم هذا فهمك خاص بك أنت لكن اسمع عندما واحد يتحدث عن الوطنية ثم فعلا عمليا عمليا سمعت فصل كامل لا يحضر فيه إلا أربع محاضرات وعندما يدخل يضع رجل على رجل ويحدثهم عن نفسه هل هذا هو الوطني هل هذا العمل الوطن لا هل هذا النموذج لما تيجي تقول بعضهم بما يدخل الحرم ويوصل أهل الجد ويننزل بعضهم عرفه قبل أن يصبح متقف لكنه كل أسبوع أو شهر في بارات دبي أو بيروت هذه واضحة هل تتحدث عن حقا لا بس هذه اللغة النقد بالمتقفين أنت أخذ مشروع وليش تقول أنه هذا والله يجي سكران ولا يود عياله ولا يجي عياله أنا أربط لماذا تكون لغة الخلافة أنا يا أخي الكريم يعني أتحدث عن الممارسات المشاهدة الظاهرة البينة القائمة الموجودة التي تكون ثم أيضا حتى مثل هذه التغريدات التي قبل ثلاث سنوات حتى يكون الحكم عليها مضوعيا كان ينبغي أن تأخذ ما قيله كلها وكيف بدأ وأن تأخذ كلها يعني أيضا عملية الاجتزاء لإعطاء صورة محددة للمشاهد لن تكون دقيقة ولا عادلة طبعا أعترض عمل الاجتزاء يعني أنا لا أستحضر الآن كل مدار طيب لكن خلينا أستعرض معكم جمعا من التغريدات طيب عطونا التغريد الأولى أنا سمحت كيف استطاع أن يغرر بنا وببناتنا حتى اتخذنا موقفا معادي من الابتعاث ثم تفاجأنا بأن ابنته ابتعت وتميزت كان ذكيا وكنا أغبيا تعليقك الحمد لله الذي ذكي وأنه غبي هذا ابتداء هذا الفضل الذي أسمعه تعالى عليه الأمر الثاني هذه القضية فرغت منها أنا في نفس الحديث في عينها لأنه أنت قلت حنيت ابنك سعيد وابنتك عائشة حصول الماجستير بتقدير تعليم الكمبيوتر والجامعات وكنت أنتقد الابتعاث لا إسمع أنا رد الآخرون قبل أن أرد أنا طبعا هؤلاء يريدون أن يقولوا للناس أني حرمت الابتعاث هذا ليس طرحي أنا لم أحرم الابتعاث أبدأ عن الإطلاق أنا طالبته بأن يكون الابتعاث ضلابط أنا تحدثت عن الابتعاث في حلقات إحداها مع الأستاذ فهد السندي في ساعة حوار نعم وحدها مع أظم عبدالعز القاسم في البيانة التالية أنا لقيت محاضرة في ديوانية الدكتور محمد عمر الزبيرة أنا كتبت الملك عبدالله رحمه الله أول ما بدأ المشبوع في الابتعاث ما موقفت أنا ضضعت ثلاثة ضلابط فقط طلبت أن لا يكون إلا ما بعد البكالولوس يعني خليج الثنوية لا يبتعاث وذكرت مبرراتي الأمر الثاني أن يكون في التخصصات التي لا يتاح للمبتعث أن يدرسها هنا يعني مثلا مثلا بنتي التي تحدث عنها الآن لا لا استمرت ست سنوات تبحث لها عن إمكانية مواصلة دراسة الماجستير هي وزوجها ما وجد يمكاني الأمر الثالث أن لا يذهب للإبتعاث إلا متزوجين ومتزوجة أنا هذه الثلاثة الثلاثة التي أرادها عندما ترى المغالطات والكذب والإفتراء وشوها أشتاقات مثل هذا وأمثال نلغبها كما سمى نفسه يجري يقولوني حرمت الإبتعاث منعت الإبتعاث أنت الطرح الذي كان يفهم منه أن أنت ضد الإبتعاث أنت واحد قاعد ضد نشوع الإبتعاث لا يحتاج الحين أنت ضد الإبتعاث يشاكل هم من عاد يتبارك البنت يا أستاذ عبد الله حلال وهنا وحرام لا يحتاج أن يفهم الكلامي واضح صريح مكتوب كتبه في الصحف أو لقيه في التلفزيون أنا وضعت هذه الثلاثة الضوابط الإبتعاث وضعتها بوضوح أنه أن ما يكون خارج الثانوية يذهب وغير المتزوج وأن يكون فيه تخصص نادر أو لم يتاح له الدراسة هنا أيضا أنا طالبت أن يكون عندنا خطة استراتيجية للتقليل الإبتعاث يخل كريم هالكال من المعقول أننا بتعث معنا ما فيه إشكالات في الإبتعاث فيها لكن من النحية العلمية أن نبتعث لليمن كان لنا طلب مبتعثين عندما بدأت الأحداث في اليمن نعم أن نبتعث للسودان أن نبتعث للأردن بجانبنا طيب أن نبتعث لتشكو سلوفاكيا ويغوصلافيا وكوريا وذا يعني هذا أن نقول في دول متقدمة ونبتعث فيها بتخصصات نادرة هو المشروع الإبتعاث عندما أتى أتى كحل لأزمة جامعاتنا التي تستطيع تستوعد خريج الثانويات لدينا نتيجة عدم وجود الرؤية في إفتتاح الجامعات أنا كنت أعمل شهر طلاب في يوم الأيام وأعرف القضية وأعرف دراسات سارت دعني من هذا كله لكن أقول عندما ياتي هؤلاء فيغالطون ويكذبون ويفترون ويظن ناس يصدقونهم وهم كما قال أغبياء هم أغبياء ويقول عن نفسه يقول أنا ذكي وهم أغبياء وأنت ماذا تقول عن نفسك أنا أقول إن كان حقا في هذا من فضل الله سبحانه وتعالى واترك الحكم للمشاهدين لا أبياء أنت قبل شوية قلت نحن أذكي أنا قلت كما قال في هذا من فضل الله سبحانه وتعالى قبل شوية قلت نحن أذكي الحمد لله أنا ذكي أنا منذ درست إلى أنت خرجت وأنا أول وامتياز هذا من فضل سبحانه وتعالى ما عندي مشكلة شكرا لك شيخ عواض على قدومك والحمد لله على السلام مرة ثانية نقول أهلك الشكر موصول لكم أنتم وانقلوا عن الشيخ عواض القرني أنه يقول نحن أذكي السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم